تستعد الأسواق الإماراتية لطروحات أولية مهمة جدا وخاصة في قطاع التجزئة تشمل سلسلة المتاجر الكبيرة أو ما تسمى بالهايبر ماركتس على رأسها مجموعة اللولو وكذلك سبينيس التي تم الحديث عنها في وقت سابق وأحد هذه طبعا الشركات ستدرج في أبوظبي المحتمل لها والأخرى في دبي نمر وإياكم بجولة سريعة على هذه الاحتمالات المقتربة موعد استحقاقاتها في الأسواق الإماراتية وأبدأها مع مجموعة اللولو وهي أحد أكبر الطروحات العامة الأولية المحتملة في كل الخليج وليس فقط في الإمارات السوق المحتمل الإدراج سيكون سوق أبوظبي الأوراق المالية المجموعة تدرس أيضا الإدراج المزدوج لديها في كل من أبوظبي والرياض المستهدف من عمليات الطرح هو جمع ملياري دولار والموعد المحتمل للإدراج خلال النصف الثاني من هذا العام مجموعة اللولو بدأت بالفعل بتعيين بنوك للعمل على الطرح بقيمة تقديرية تصل للمجموعة إلى خمسة مليارات دولار وعلى أساس هذا التقييم بالتأكيد سيتم بناء سجل خاص طبعا لبناء السعري وغيرها ننتقل إلى متجر آخر كبير وننتظر أيضا دخوله في السوق الإماراتي وهذه المرة نتحدث عن سبينيس في دبي طرح عام أولي أو IPO طبعا محتمل في سوق دبي السوق المحتمل للإدراج هو السوق دبي المالي بنسبة طرح تصل إلى 30% من رأس المال الموعد المتوقع لإطرحه أن يكون في الربع الثاني من هذا العام أن يسبق مجموعة اللولو تم تعيين شركة روتشيلد أند كو لتقديم الاستشارة بشأن الطرح العام الأول وبالتالي السوق ربما ستكون متعطشة لهذا النوع من الخيارات المقدمة في قطاع التجزية